المؤتمر الذي عقد حول أفدانستان وحول التجوية السياسية وحاجة الدعم للدولة في أوائل أكتوبر إذن هذا مثال جيد حول كيف تعمل منظماتنا ولكن يمكن أن نعمل أيضا على مزيد من القيمة لاستقرار وزهار وآمن العالم تعليق ونقطة أخيرة أنا شخصيا مسرورة من أن مونتغ نوغرو قد وقعت على البروتوكول وهذا أيضا يعكس بدان نشاعر عملنا في صفحة هذه اللحظة لأن كل البيانات كانت وافية ولنواستقرار ما ذكر سيدي الأمين العام أتساءل بما إذا كنت قادر بشحدث بما إذا كان الدعاون عن التهديدات الهجينة حتى تؤدي إلى تبادل معلومات أفضل وأوضحنا سؤال إلى الممثلة الممتحدة سؤالي حولها ما هو الدعم الذي تحتاجونه من النيتو حتى يستطيع أن تتحاد الأمين القيام بعمل أفضل إذن في الحروب الهجينة نحن بدأنا نرى تركيبة من الوسائل العسكرية والمدانية ووسائل طبعا عدائية ويجب أن نتم تعزيز التعاون ما بين النيتو والاتحاد الأوروبي نحن نتحدث عن الهجوم الإلكتروني البنى التعبية وأيضا التنفيق للإستخبارات الإستراتيجية نحن لدينا إسكانيات كبيرة والاتحاد الأوروبي لديهم إسكانات كبيرة ويمكن لنا أن نعمل سويا على جاز الكثير إذن هذه هي سراتيجاتنا بأساسها للحروب الهجينة نعود إلى موضوع تبادل المعلومات وأهم فياته لأننا اتخذنا مقاربة جديدة تفضلنا في تعزيز تبادل المعلومات من أجل حماية استيادة والأراضي الأوروبية وإذن لقد لدينا أيضا حلول عملية لتبادل المعلومات تمكن دول الميتو من جمع البيانات وتحليلها ومن ثم نشرها في وقت سريع جدا يمكن الوكالات الأوروبية من الإفادة منها حتى على مستوى ضبط الحدود أظن بأننا الآن بدأنا نخطف قطوات عملية من أجل حماية دول الأعضاء بالنسبة والاتحاد الأوروبي فيما يتعلم في حوض البحر المتوسط نحن نكون مسبقا بتنسيق تنسيق على مستوى عالي ونعمل ونعمل على قدم وساف من أجل تأمين سمائية البحر الأبيض المتوسط لأن هناك عمليات جارية منذ شهور من البحر الأبيض المتوسط وقمنا بإنقاذ العديد من الأرواح وقمنا بإنقاذ العديد من المنظمات التهريب أو الشبكات التهريب وأيضا وبكل وضوح نحن نقوم أيضا بمهام جديدة مثل تدريب الحرص الحدود الليبي وخبر السواحل الليبي وأيضا بما يتماش أيضا مع قرارات مجلس الأمن نحن بحاجة إلى تحزيز قدراتنا ودعم شركائنا وطبعا كل هذا بالعمل مع نيتو لأنه ضروري جدا هناك الكثير من الطرق الإيجابية التي يمكن لي أن نيتو أن يدعم عملنا من خلالها هناك أيضا الدعم اللوجيستي الذي يمكن للناتو أن يقدمه للإتحاد الأوروبي والعكس صحيح يمكن للإتحاد الأوروبي أن يقدمه للحلف نيتو وقد اتفقنا أيضا على أن أمن البحر الأبيض المتوسط هو أمر عاسم وإنقاذ الأرواح مهم جدا وأيضا إيقاف شبكات التهريب يجب أن تتم وعلى عجل لأنها تهجد الأمن العالمي ويجب علينا أن نعمل مع الناتو على سيلة هذين الموضوعين وبصورة عملية وحسا الآن قد أثبتنا كفاءة عالية سيدي أفين العام سؤال عن جهود الناتو الناتو هل في عقد اجتماع قبل قمة وارسو وهل اتفقتم على أي شيء حسا ليلة الأمن نعمل قد تحدثنا عن علاقتنا مع روسيا وقد اتفقنا على أننا بحاجة إلى تعزيز قواتنا الدفاعية والعسكرية وأيضا على وبنفس الوقت أن نعمل على الجهود الدبلوماسية نحن سوف نعقد اجتماع يتارك بكل وزراء الدفاع الناتو من أجل أن يكون هناك توحيد بوجهة النظر بتأكيد سوف نقوم بتعزيز قدراتنا الدفاعية والأهم من ذلك قدرتنا التوقعية والاستجابة أما فيما يتعلق بالتعاون مع روسيا لا يزال معلقا والمجلس الناتو الروسي وهو منصة للحوار السياسي كلنا اتفقنا على أنه مع الوضع الحالي نحن بحاجة إلى تفعيل هذا المنتدى من أجل أن نعمل على وضع آليات لتجنب أوضاع خطرة مع روسيا وحتى لا تخرج الأمور على عدم السيطرة وتتذكرون حادثة بصوات الطائرة الروسية في تركيا كان وضعا قد يؤدي إلى أجمع ومذلك لقد اتفقنا على أن نعمل على الفوار وعلى أيضا زيادة قدراتنا أن ناتو متفق على أنه يجب أن يجتمع ويلفق حتى مع مجلس الروسي النيتو قبل شهر يوليو فأيذن هذا أمر سنفون به سؤالي إلى وزيرات الخارجية الأوروبية أخذي مع الاعتبار كل المشاكل التي تخليقها روسيا في كل مكان هل أنتم تنظرون البحث في مزيد من العقوبات ووضع الضغوط على روسيا من التطبيق في اتفاق منك وأيضاً فيما يتعلق نورد تعليقك على وصف النيتو بأنه عقيم ولا جد ولا أنت تعرف جيداً بأن القرارات بخصوص العقوبات تم اتخاذها مؤخراً ودعوني أقول لك أنه وحتى دور أين هناك بعض الاختلافات حول العقوبات لأن هناك وجهات نظر مختلفة في الاتحاد الأوروبي بما يتعلق بقضية العقوبات وتأثير هذه العقوبات السلبية على الاتحاد الأوروبي إذن يجب علينا أن نجد أو نجري حواراً سياسياً مع دول الأعضاء الاتحاد الأوروبي حول أولاً العقوبات الموجودة وأيضاً زيادة العقوبات أو رفع مستواها وقد تحدثت في الأيام الماضية الحاجة إلى أن يكون هناك توجه سياسي تفوده فرنسا وألمانيا وأعضاء النورماندي بيكون هناك تصفيق لتقييم منت والطريق إلى الأمام لكننا نعمل على مدار السعاب ناجي تصفيق اتفاق منت ونحن بحاجة لأن يكون موقف الاتحاد الأوروبي وحداً وثابتاً تحديات قطيرة وبيئة أخطر مما كانت عليه في السابر ونحن نرى روسيا وأعمال العزائية في داع ضمن شبه جزيرة أرقرم والعنف الذي تجربه على أجمع طيقة الشرق الأوسط وحتى في شمال أفريقيا ونيسو وجهة نظره هي بأن أفضل سريعة هي أن بيادة قدرتنا على سرعة تجابة وبناء قدرتنا الدفاعية والحوار بالتأكيد جانب مهماً فيما يتعلق بالتحديات من الجنوب أيضاً نحن نجعم جهود المنطقة لبناء قدرات محلية وبدأنا بتدريب الضباط العراقية ونحن ندعم الدونس والأردن وكل دول المنطقة من أجل تمتينها من أجل أن تسوى ونحن بالتأكيد نستمر بدعم أفغانستان وهي على رأس أولوياتنا وتتوى أعمالنا وفي طريقنا إلى محاربة بالإرهاب لما يتعلق بالتعاون مع الانتحاد الأوروبي نحن نعمل بعه وبشكل حديث إذن النيتو هو سوء أهمية كبيرة وليس غير جدوى كما قيل وخاصة مع عالم سريع التغير مضطرب يواجه الكثير من التحديات وهنا تأتي أهم تتحالفات خاصة تحالف مثل حلف كمال الأطلسي الذي هو الأقوى والأكبر في تاريخ البسرية يوم الأمس حتثنا أيضا عن فونتنيغرو وعن توسيع حلف النيتو وخاصة في مونتنيغرو لأن هذا صلا مهما شكرا جزيلا لكم شكرا 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 شكرا